في وقت خفتت فيه نيران المعارك بين ديسابابا وقوات إقليم تيجراي حرب ضروس يخوضها أهل الإقليم المحاصر شمالي إثيوبيا حيث يهدد الجوع مئات الآلاف من الأشخاص الذين باتوا تحت رحمة مجاعة محتملة الأمم المتحدة حذرت من كارثة إنسانية وشيكة في المنطقة مارك لوكوك مناسق الشؤون الإنسانية للمنظمة الدولية دق نقوص الخطر بشأن احتمال وفاة مئات الآلاف أو أكثر بسبب الجوع وضع خطير طالب على إثره المسؤول الأممي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وتوفير الأموال المطلوبة للمحاصرين في الإقليم الشمالي نداء استغاثة ترفعه الأمم المتحدة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إطلاق العملية العسكرية التي شنها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الرابع من نوفمبر الماضي ضد سلطات تيجراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيجراي المعارضة للسلطة المركزية حلقة مفرغة تدور حول النزاع المسلح والعنف ونعدام الأمن الغذائي الدائر في البلاد تمخذ عنها شبح مجاعة يتربس بنحو 20% على الأقل من السكان الذين يواجهون اليوم من عدم أمن غذائي فيما فضل نحو مليوني شخص الهروب إلى الدول المجاورة حفاظا على أمنهم وفرارا من النيران المستمرة بين أديس أبابا وسلطات تيجراي غير أن هؤلاء النازحين لم يسلموا من صعوبة ظروف النزوح في ظل قلة المساعدات والموارد لتمضي الساعات مثقلة في داخل وخارج الإقليم الذي يبدو أن الحسابات السياسية ستطيل أمد تذكرة العودة للنازحين وتعمق الأزمة الإنسانية للصامدين في تيجراي